بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة أولا بمناسبة شهر رمضان المبارك نقول لكم رمضان مبارك وكل عمونتما بخير وبهذه المناسبة حبيت نشارك معاكم اليوم وصفة مملحات عبارة عن تشكيلة من المملحات بعجينة واحدة وبحشوات مختلفة مملحات رائعة بعجينة قطنية وهشة تقدروا تعتمدوها في جميع وصفاتكم متع المملحات وبحشوات بزف بنينة إن شاء الله تعجبكم وتحضرها بمناسبة رمضان إذن تبعوا معي الفيديو ونروحوا مباشرة لطريقة تحضير هذه المملحات أول حاجة نقوم بها هي تحضير الحشوات أولا نحضروا حشوات الدجاج إذن في مقلية نحطوا القليل من الزيت حوالي أربع ملاعق كبيرة نضيف عليها بصلة نقطعوها ونزيد ونعود ونرحيوها فلاشوار نرحيوها هكذا تكون رقيقة شوية ما نرحيوها ش بزاف ثم نضيف عليها رشات من الفلفل السود ونضيف نصف ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من توابيل الدجاج ونصف ملعقة صغيرة زنجبيل وملعقة صغيرة فلفل أحمر عكري أو بابريكا عمروها مليح نخلط المكونات كامل ونخليهم يتقلّوا شوية ضيفت نصف ملعقة صغيرة من التوم بودرة أو استعملوا التوم العادي ثم نزيد ونضيف عليها نصف صدر دجاج هكذا يكون مفروم أو نرحيوها هكذا في الأشوار نزيد ونقليهم كامل هكذا مع بعضاهم نحاول نفتح دائم هكذا كتولات نستعمل الشوكة هكذا تساعدنا بزاف كتول المكونات شوية نزيد ونضيف عليهم أربع ملعقة كبيرة من صلصة طماطم هذه الصلصة كنت محضرتها من قبل تقدروا تستبدلوها بحبة طماطم ترحيوها مليح ووضيفوها نزيد تمد بالنا للحشوة نزيد ونضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة من الملح ثم نضيف كذلك حوالي 2 ملاعقة كبيرة من الزيتون الأخضر نقطعوه رقيق شوية ونضيفوه ونضيف كذلك شوية مع الدنوس حوالي 2 ملاعقة كبيرة تاني يكون مقطع رقيق هكذا نخلطوهم شوية هكذا ثم نطفي عليهم النار ونضيف عليهم الجبن أنا ضيفت 2 ملاعقة كبيرة من الجبن الطاري تقدروا تضيفو جبن مربعات أو جبن متلاتات يعني يحطوا الجبن اللي عندكم نخلطوهم لي هكذا ونزيد تفتعل الحشوة شوية من الجبن المبشور استعملت جبن الشيدار يزيد بالنهاية للحشوة نخلطهم شوية هكذا ونفرغهم في صحن ونخلي الحشوة تبرد ونزيدو نروح ونحضروا الحشوة التانية إذن في مقلة نحطوه شوية زيت يعني كما في الأول نضيف عليهم بصلة يعني قطعتها وزدتها وترحيتها شوية في الأشوار لازم تبقى هكذا تكون رقيقة شوية فقط هكذا باش المكوينات كامل يكونوا كيف كيف إذن نقلب شوية البصل هكذا مع الزيت ثم نضيف كمية من اللحم المفروم أنا نضيفت حوالي 300 جرام نقليهم شوية مع بعضاهم نحاولوا دايما نفتحوا اللحم هكذا باش نبقاش متكتل ثم زدت رحيت عليهم في الصين من التوم تقدروا تستعملوا التوم العادي أو التوم بودرة كما تحبوا نزيد نقليهم شوية ثم نضيف عليهم التوابل ضيفت رشات تعفلفل أسود وملعقة صغيرة من القصبر ونصف ملعقة صغيرة يكمون وملعقة صغيرة معمرة مليح من الفلفل الأحمر العكري أو البابريكا وضيفت كذلك نصف ملعقة صغيرة من الكركم ونصف ملعقة صغيرة من الزلجابيل نخلط المكونات كامل مع بعضاهم نزيد نقليهم شوية ثم نضيف الفلفل ضيفت فلفلة حمرة وفلفلة خضراء يكونوا كبار شوية رحيتهم هكذا رحيت فلفلة الحمرة هكذا كيف تشوفوا كي ترحيهم في الاشوار هكذا او في الروبو رحيهم غير شوية باش تكون القطع متساوية كيما البصل كيما الفلفل كيما للحم ما ترحيهم شبت ازيف رحيهم غير شوية باش يرجعوا قطع رقاق ونزيد نرحيل الفلفل الخضراء من نفس الطريقة هكذا ونضيفهم للحم والبصل ونزيد نقليهم شوية مع بعضاهم زد ضفت عليهم حبة طماطي مرحيتها مليح وضفتها عليهم تخلي المكونات يزيد ويطيبوا وتمد بنا للحشوة زد ضفت عليهم ملعقة صغيرة من الملح نقلب المكونات هكذا مع بعضاهم ونخليهم يطيبوا حتي يجفوا حتي يجف هذيك الماء انتع الطماطم وتع المكونات ثم نضيف عليهم زيتون اخضر يكون مقطع رقيق هكذا ضفت كما في الاول حوالي 2 ملايق كبيرة وضفت كذلك هكذا شوية مع الدنوس نقلبهم شوية مع بعضاهم ثم نطفي النار كي نطفيوا النار نضيفوا الجبن ضفت هكذا مربع تاع الجبن تقدروا تضيفوا جبن متلتات او جبن طري وضفت كذلك شوية تاع جبن مبشور استعملت الشيضار كي ما في الحشوة اللولة استعملوا الكمية اللي تحبوا خاصة الجبن كل ما تكترو كل ما تكون الحشوة بنينا نخلطوا المكونات كامل مع بعضاهم ونحطوهم هكذا في السحن ونخلوا الحشوة يبردوا ونحضروا العجينة اذا نحتاج لهذا الوصفة الى 1 كيلو جرام من الفارينة اذا حبيتوا تديروا كمية اصغر قسموا المكونات تقدروا تديروا نصف كيلو جرام فقط ويمدلكم كمية كبيرة انا حبيت ندير عدة اشكال من المملحات لذلك استعملت كمية كبيرة او استعملت 1 كيلو جرام اذا نغرب لها هكذا نضيف عليها ملعقة كبيرة من خميرة الخبز ملعقة كبيرة تكفي تكون معمرة مليح ونضيف عليها ملعقة كبيرة من السكر ونصف ملعقة كبيرة من الملح نضيف علي الخميرة والسكر كاس حليب يكون دافي اي ما يعادل 100 مليلتر نضيف كيس الى ربع من الزيت النباتي يعني 150 مليلتر ونضيف كيس خميرة الحلوة اي 10 كرام نزيد ونجيبوا 2 حبات بيض نستعملوا البياد في العجينة والصفر نحتفظوا به ندهنوا بهم بعد العجينة لما نشكلوها اذا نضيف على العجينة كيس ما يكون دافي ونبدلم في العجينة او نجمع العجينة هكذا اه زد ضيفت نصف كيس من الماء الدافئ يعني العجينة هادي خداتلي كيس حليب وكيس ونصف من الماء الدافئ يعني هادي المقادير مضبوطة نتحصلوا في الاخير على العجينة تكون طرية تلتصق في اليد نضيفوا عليها شوية زيت هكذا باش تتلم وترجع ما تلتصقش في اليد هكذا تتلم الكمله ليه كي تكونوا تجمعوا فيها عجنوها شوية هكذا باش ترجع الكم عجينة ملسا كي تكملوا وتجمعوها هكذا غطيوها وخليوها ترتاح حوالي 30 دقيقة واذا كان الجو بارد بزيف خليوها 40 دقيقة وبعد ما تخمر العجينة نروحو نشكلوها مباشرة نرش سطح العمل هكذا بشوية فارينة ثم نقطع العجينة او نقسمها الى ست قطع او قسموها على حسب بعدد الاشكال اللي راحين تحضروها نقور العجينة هكذا ونغطيها باش ما تجفش ونبدأ في التشكيل مباشرة اولا نشكل الشكل الاول ندع المملحات نبسط العجينة الاولى نستعين دايما بالفارينة ونحلها هكذا بالحلال نحلوها بسمك يكون رقيق شوية نقطعوها دوك الزوائد اللي زايدين هكذا ثم نقطعوها الى ست مستطيلات هكذا بالطريقة هذي في البداية استعملت الحشوة على الدجاج كل مستطيل نحط له هكذا كمية من الحشوة نحوالي ملعقة كبيرة نحطوها هكذا في الطرف تعالعجينة بالطول ثم نجمع الاطراف تعالعجينة هكذا نغلق على الحشوة هكذا باش ما تخرجنش مبعدك نحطوها الطيب ثم نبدأ نرولي فيها هكذا نرولي الدورة اللولى والتانية ثم نقطع هكذا العجينة بالطريقة هذي نعمل هكذا شرائط ثم نكمل نروليها بالنسبة للحبات كما تحبوا تحبوا تديروهم صغار تحبوا تديروهم كبار يعني تتحكموا في الحجم تاهم كما تحبوا تديروهم طوال او قصار اذا نكمل نرولي هكذا نتحصل على هاد الشكل تعلموا ملحة اللولى شكل هايل تجي العجينة مورقة وقطنية وخفيفة ريشة وزد تكملت العجينة هذي اللي تبقات بنفس الطريقة او بنفس الشكل نزيد ونحضروا الشكل التاني نتعلموا ملاحات نحلوا العجينة التانية بشكل مستطيل ونقطعها على اثنين هكذا كما تشوفوا نحطوا في الطرف هكذا كمية من الحشوة على الدجاج ثم نغلق عليها العجينة بالطريقة هذي يعني تقريبوا بنفس الطريقة الاولى وانا مش شكل يختلف نرولي العجينة هكذا كما تشوفوا ونقطعها شرائط ثم نزيد نكمل نروليها نجمع طرف تال عجينة مليح هكذا ثم نشكلها هكذا بشكل هلال يجي شكلتها هايل نزيد نكمل نشكل العجينة بنفس الطريقة يعني كل عجينة شكلتها بشكل مختلف كل ما تشكلوا صينية هكذا تعمروا هدخلوها الفرن نحطهم هكذا بصينيات كل مغطات بورقة طهي جبت هدوك تنين صفار اللي احتفظت بيهم ضفت لهم تنين ملاعك كبيرة من الحليب وشوية فاني نخلطها ممليح وندهن بهم العجينة تع المملحات اذا ندخلوهم الفرن اللي يكون ساخن من قبل على ميتين درجة نحطوهم في الرف الأوسط ونخلوهم يطيبوك يتحمرو شوية من الأسفل نزيدو نشعلوهم من فوق يزيدو ياخدو اللون الدهابي ثم نخرجوهم اذا نحطو الصينية اللي للطيب ونزيدو نروحو نحضروا العجينة الثالثة او الشكل الثالث من المملحات اذا نبسط العجينة هكذا بشكل مستطيل ثم نجيبو الضائرة هكذا اللي رح نقطعو بيها ونحدو المسافة العجينة هكذا ونبعد نقطع العجينة نقطعها هكذا لي ثلاث شرائط ثم نحط كمية من الحشوة هكذا في الطرف ونطوي عليها العجينة ونضغط عليها مليح هكذا في الأطراف ثم نقطعها هكذا بشكل نصف دائري تحصلوا على مملحات ميني سوفلي يجو هكذا الصغار شابين كي تكونوا تحضرو فيهم إذا لقيتوا العجينة جفت تدهنوها بشويامة هكذا بهكي تطويوا العجينة تلسق مع بعضاها تقدروا تعاملوه الشكل هادا بالطريقة هادي وكما تقدروا تقطعوهم ضوائر وبعد تحطوا الحشوة ومبعد تطويوها تشكلوا نصف دائرة وتتضغطو عليهم في الأطراف بالشوكة ثاني يجوكم لي سوفلي هايلين كي نشكلوا هكذا الحبة نزيد ونضغطو عليها في الأطراف مليح بها ما تفتحش من بعد كي نطيبوها نكمل كامل العجينة هادي بنفس الطريقة لي سوفلي استعملت نصف بحشوة الدجاج ونصف الآخر بحشوة اللحم كي نكملو هاكذا نعمروه صينية ندهنوهم بصفار البيض انا لي سوفلي هادو زيت رشيتهم بشوية جلجلان ودايمن لي سوفلي تتقبوهم تقبوهم هاكذا شوية من فوق وزيدوا تتقبوهم في الأطراف خاصة في الأطراف لازم تتقبوهم هاكذا بها يخرج لهوة وما يتفتحوا الكمش من الأطراف بعد ذلك ندخلوهم مباشرة للفرن ونطيبوهم من نفس الطريقة نزيدوا نشكلوا العجينة الرابعة نبسطها هاكذا بشكل دائري يكون رقيق شوية حوالي 2 مليمتر يعني بنفس الطريقة اللي بسطنا بها العجينة الأولى نقطع هادوائر هاكذا ثم نحطو كمية من الحشوة في الوسط في الشكل هادا استعملت الحشوة على اللحم ضفت عليها كدريك شوية جبن مبشور كما تشوفوا ثم نجمع الأطراف بالطريقة هادي نجمع الأطراف هاكذا والسسقوهم مليح مع بعضاهم ثم نطويوهم شوية هاكذا بش ميتفتحوش في الآخر نتحصلوا على الشكل هادا الرائع وكي يطيبو يجيو هايلين جاتني سينية سوا سوا ندهنوهم بصفار البيض ومن بعد حطيت عليهم هاكذا ضوائر تاع الزيتون الأخضر هاكذا منها نزينوهم منها نزيدو نتبتو العجينة بش ميتفتحش ونزيدو ندخلوهم الفرن ونطيبوهم بنفس الطريقة العجينة الخامسة نشكلها هاكذا بسطها بشكل دائري ثم قطعتها الى ستة عشر قطعة او متلت نقطع هايدا الأطراف شوية نحط لها شوية الحشوة حوالي ملعقة صغيرة تكون معمرة مليح ضفت لها شوية جبن مبشور وشكلتها هاكذا بالطريقة هادي نشكلها على شكل كرواز صوم نطوي هاكذا الأطراف ثم نغلقهم بها متخرش الحشوة ونبدأ نرولي في الحبة تنكمل في الاخير هاكذا دايما نهايتها العجينة نحطوها في الأسفل ونكملو العجينة كاملة بنفس الطريقة تقدرو تخليو الشكلتها هاكذا بالطول او تشكلوها بشكل هيلال انا خليتها هاكذا بالطول كينكملو نحطوهم في صينية هاكذا على ورقة الطاهي وندهنوهم تاني بصفار البيض دهنتهم هاكذا ومبعد زيتت رشيت عليهم شوية جلجلان او سمسم ودخلتها من الفرن وطيبتهم بنفس الطريقة والعجينة السادسة او العجينة اللي تبقات في الأخير شكلتها هاكذا قسمتها هاكذا درتها كورة هاكذا صغار ومبعد شكلتها يعني درت شوية بشكل أوفال وشوية بشكل دائري وحشيتهم هاكذا وشكلتهم بالطريقة هادي دهنتهم بصفار البيض دخلتهم للفرن وطيبتهم بنفس الطريقة وهادي النتجة النهائية للمملاحة التالي يوم بعدما طابوا وتحمروا خداوا لون رائع كما تشوفوا وجو خفيف وقطنيين والحشوة التهم جو بنان روعة شوفوا كيفه طابوا روعة تحمروا بنفس اللون وشوفوا ليسوفلي مما تفتحوش كامل جو منفوخين هايلين بلا ما يتفتحو كما قلتلكم تقبوهم من فوقوا من الأطراف هاكذا يتنفسوا يعني يخرج لهوالي الداخل ويبقوا منفوخين ما تخافوش وما يتفتحوش شوفوا الشكل تاني اللي درتهم بشكل كروسو جو هايلين خفيف ريشة كامل طابوا جو هايلين وتحمروا وتحميرها شابة وخداوا نفس اللون كما تشوفوا إذن كما شفتوا بعجينة واحدة حضرنا مجموعة من المملحات بأشكال مختلفة جاوروا عساءوا في الخفة تاهم أو من حيث البنة تقدروا تديروا كمية قليلة لأن الكمية هذه خرجت لكمية كبيرة ما شاء الله وحتى الحجم تعلهم المملحات تقدروا تحكموا فيها كما تحبوا تحبوا تديروا الحبات صغار تحبوا تديرهم كبار وإذا حبتوا تديروا نصف الكمية قسموا المكونات كامل على 2 هاكذا بشتجيكم المقادير بضبوطة وهذه العجينة رايعة ناجحة 100% تقدروا تحضروا بها كل أنواع المملحات وحتى الحشوات روعة روعة في البنة شوفوا نقسمها معاكم تشوفوا الحشوة من داخل الكفهجات جاءوا خفيف وقطنيين والحشوة تاهم طرية وبزاف بنينا وبه يجيكم الجبن يتمدد لازم تديروا كمية كبيرة وفي الآخر نتمنى عجبتكم الوصفات اليوم ووصفة مملحات تقدموهم مع الشربة يجيكم هايلين أو تفرحوا بيهم أولادكم بزاف بنين ويحبوهم بزاف خاصة من الأطفال إذا عجبتكم الوصفات ديروا الهاجام واشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا وفعلوا الجرس با يوصلكم كل جديد وشكرا لمشاهدة الفيديو وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر مع وصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته